دكتور تحدثت عن تجربة المصرية وسرعة اتخاذ الإجراءات اللي قللت من تبعات الضرر الاقتصادي على البلد وكذلك الأمر كان في العراق وفي الأردن وفي فلسطين أيضا تجارب إلى حد ما مشابهة ولكن لما تحدث عن أزمة من نوع مختلف حرب روسية على أوكرانيا أي تدعيات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد لو بدنا نذهب للمشاهدين اللي بتبعنا في الدول العربية اليوم نحكي له إيش تدعيات مباشرة من الحرب وغير المباشرة خلينا نقول طبعا يحنا يعني يمكن المشكلة الأساسية المتبطة بتدعيات الحرب بالروسية الأوكرانية هي أن إحنا لغاية اللحظة دي ما نقدرش نقول أن الكوفيت انتهى أو أن تدعيات جائحة كورونا تحت نعمل يتدخل في الأزمتين بالزبط أن الأزمتين والصدمتين يعني يبتدوا أن هم يعني يبقوا متواجدين بشكل بي وتأثيرات ابتدت أن هي تبقى أكبر على مستوى الاقتصاد العالمي على مستوى الاقتصاد العربي طبعا بالنسبة لي المواطن العربي أكيد فيه تأثيرات كبيرة جدا ولو بدأنا حتى يمكن جزء مطابق بالتأثيرات المباشرة هو ارتفاع تكلفة الحصول على الطاقة بشكل عام سواء بنتحدث عن يعني طبعا مش كل دول العابية هي دول مستودة هناك دول مصدرة لكن أنا بتحدث هنا عن الدول المستودة للمحروقات إنجاز التعبير طبعا التكلفة هتفعل بشكل كبير إحنا كنا بنتكلم على مثلا خامبرينت السائل العام الماضي كان حوالي يمكن الستين دولار وكان أقل من ذلك مع بداية جائحة كورونا كان يمكن وصل لحمسة وربعين وثلاثة وربعين دولار للبيرميل إحنا دلوقتي بنتجاوز الحدود المية وعشر ومية وتلاتاشر مع توقعات طبعا إن تستمر هذه الاتفاعة وبالتالي ارتفاع أسعار البيرميل النفطة أكيد أصحى فيه أسعار البنزين وغيرها من المحروقات اللي بيتعامل معها المواطنين واللي أصارت طبعا على معدلات التضخم وغيرها كمان جزء ثمان مرتبط بأن تقريبا ستين في مية من احتياجات الوطن العرب من الحبوب بتأتي من روسيا وأوكانيا وده كمان تأثيره صعب جدا لأن دايما الأمن الغذائي العربي مرتبط بتوفير الحبوب وبالتالي مع ارتفاع تكلفة الحصول عليها أكيد أصحى بشكل واضح على مسؤولات الدين بالنسبة للحكومة طيب أنا هاخد من الكلام ده وعايزة انتقل إلى الشعوب يعني الشعوب في العالم العربي وفي العالم بشكل عام زي ما طلعوا من أزمة كورونا زي ما حضرتك قلت وهي ما زالت مستمرة برضو حتى اللحظة لم يفكروا بأنه أزمة يعني ما بين روسيا وأوكرانيا هتاخدهم لأزمة تانية بالتالي الدول بقى بتفكر بشكل مختلف يعني الدول هي اللي بتحاول تأمن الحياة الاقتصادية لأي شعب دول كتير اتخذت من ده أنها تفكر في شراء الذهب كسند أو كمعون لأي الاقتصادها يعني كيف ترى شراء بعض الدول للذهب الدهب هيظل ملاز آمن دايما ومغزن للقيمة زي ما الأفراد بيفكروا فيه في الوقت الحالي مع تفاعات معدلات التضخم أيضا الحكومات بتضع أنا باتفك معك الأفراد بيفكروا بشكل زينة وخزينة ويستخدموا أنا عايز أعرف تحديدا الدول ممكن تستفيد إزاي بشراء الدول الحكومات دايما تفكرها في هذا الأمر مشابه بعض الشيء للأفراد في جزئية أنه هو مغزن للقيمة أنا اللي أنا عاوز أوصله أنه هو مغزن للقيمة للفاد وللحكومة فبالتالي جزء من احتياطيات الدول هو مش مؤتبت بس بالعملات ولكن أيضا مؤتبت بالاحتياطي من الدهب وإذا اتجاه مش هقوله بس على مستوى الدول العربية لكن حتى على مستوى العالم كله احنا شايفين الصين والدولات المتحدة الأمريكية الدول العديدة في الاتحاد الأوربي دايما بتعتمد على أن يجون جزء من احتياطياتها مؤتبت بالدهب لأنه زي ما احنا أكدنا في كلامنا هو مغزن للقيمة مع الأوبئة مع الصدمات الاقتصادية بيظل محتفظ بيقيمته على عكس العملات اللي يمكن كمان في الفترة الحالية شايفين تقلبات شديدة جدا في أسعار صرف العملات يمكن مع التحركات الخاصة بقى بالفيدرالي والأزمة وفرد مثلا نوسيا اللي يشرق بيء الروبل دا كله أكيد غاية من أسعار صرف عديد من عملات